اشتركوا في القناة قادمة من المجهول حيث حاول العلماء تقدم بعض التفسيرات بشان الاشياء غير المألوفة الهابطة من السماء دون ان تقنع احدا وهذه الواقعة تكررت اكثر من مرة اما نتيجة لاسباب طبيعية او لاسباب غريبة لذلك اليك هذه القائمة التي تضم اغرب عشرة اشياء انطرت بها السماء اولا العناكب في السادس من ابريل عام 2007 بمدينة السالطا بالارجنتين قرر كريستيان واصدقائه القيام برحلة خلال عطلة ايد الفصح وتسلق جبل سان برناردو وبعد ساعتين بدأ سقوط مطر غريب عليهم حيث تفاجأوا بسقوط امطار عبارة عن عناكب بالوان متعددة وصل حجمها الى اربع بوصات حيث غطت الارض من حولهم بالكامل وقام كريستيان حينها بتسجيل المشهد على كاميرته واثناء فحص البحثين عثروا على اعداد هائلة من العناكب على طول طريقهم الى اعلى الجبل كما شهدت مدينة سان انطونيو دابلتين في البرازيل سقوط عناكب من السماء بدلا من المطر ثانيا البقار في عام 1997 تم انقاذ سفينة صيد يابانية في بحر اليابان زعم طاقمها ان بقرة سقطت من السماء وتسببت في غرق القارب وعلى الفور تم وضع افراد الطاقم في السجن لان كلامهم لم يكن قابلا للتصديق وبعد نحو اسبوعين ابلغت القوات الجوية الروسية السلطات اليابانية ان طاقم احدى الطائرات سرقوا بقرة ووضعوها في الطائرة فهربت منهم حيث شقت طريقها من عنبر الشحن وسقطت على القارب الياباني ثالثا الدم هناك قصص قديمة تحكي ان السماء امطرت دما في عدة مناسبات واعتبرها الناس في ذلك الوقت غضبا من الله ومن علامات الساعة كان اشهرها في عام 2001 عندما هطرت الامطار الدموية على مدينة كيرلا في الهند وفي عام 2008 على قرية لسييرا بكولومبيا حيث تم جمع عينات وتحليلها فاظهرت وجود جزيئات حمراء غريبة وغامضة هي التي كانت تعطي المطر هذا اللون رابعا الاسماك يسقط مطر الاسماك من كل عام في شهر مايو ويوليو في دولة الهندوراس بامريكا الوسطى تحديدا في مدينة يورو هذه الاسماك صالحة للاكل ولكن وجد العلماء ان هذه الاسماك ليس لها اعين وحاولوا تفسير الظاهرة على ان الاسماك تأتي من الانهار القريبة من المدينة حيث تحملها الاعاصير والرياح الشديدة وتلقيها على المدينة خامسا الضفادع امطرت السماء ضفادع في بيونيا ودروانيا وملأت الضفادع جميع الشوارع كما افسدت الماء والطعام والمحاصيل فلم يجد سكان المدينتين حلا سوى ان يتركوا بلادهم ويهاجروا وفي عام الف وتسعمائة واربعة واربعين سقطت الضفادع هذه المرة في الاتحاد السوبيتي والهند واستراليا اما المرة الثالثة فكانت في عام الف وتسعمائة واربعة وخمسين وسقطت في انجلدرا حيث هبت فجأة امطار شديدة وخلال لحظات قليلة كانت السماء تمطر مئات الضفادع صغيرة الحجم بدت وكأنها اجنة حديثة ولادة واستمر سقوط الضفادع نصف ساعة ثم توقف المطر وتوقف معه سقوط الضفادع سادسا اجسام بشرية عام الف وتسعمائة وثمانية وسبعين في سان دييغو بكاليفورنيا سقط جسم بشري على الزجاج الامامي لسيارة والسبب في ذلك يعود الى استضام طائرتين غرب المحيط الهادئ ما اسفر عن مقتل مائة واربعة واربعين شخصا وكان الجسم الذي سقط لاحد الضحايا وفي عام الفين واربعة عشر تفاجأ الناس بسقوط اشلاء جثة بشرية في احد شوارع مدينة جدة بالسعودية والجثة تعود لرجل اسمر البشرة وفيها اصابة بالغة بالرأس سقط هو الاخر من طائرة سابعا اللحوم في عام الف وثمانمائة وستة وسبعين امطرت السماء قطعا وشرائح من اللحم في كينتاكي بامريكا وتبين لاحقا بعد فحصها ان القطع هي من لحم الخيول وظل سر سقوطها من السماء لغزا محيرا حتى يومنا هذا خصوصا اذا علمنا بانه لم يكن هناك وجود للطائرات في ذلك الزمان ثامنا النقود في عام الفين وسبعة رأى سائق سيارة الماني المال يتطير في الهواء فبلغ الشرطة بالامر وعندما ذهبت الشرطة الى مكان الحادث لم يتمكن من العثور على المال وما زال اصل المال غير معروف حتى الان وفي عام الفين وعشرة شهدت مدينة مايامي الامريكية حادثة غريبة لانقلاب شاحنة مدرعة تحمل مبلغا كبيرا من المال فتحطمت وتناثرت الاموال التي كانت تحملها وتطايرت في الهواء لتنزل ثوق البيوت والشوارع كالمطر تاسعا ثلوج ملونة في منطقة اومسيك ونحو 1400 كيلو متر شرقي موسكو امطرت السماء ثلوجا خضراء وصفراء في عام 2007 عاشرا الديدان شاهد موظف امريكي اثناء عبوره الشارع للذهاب الى العمل امطارا متساقطة عبارة عن ديدان تنزل من السماء حيث اعتقد البعض ان السبب في ذلك هو صنبور مياه اعزاء المشاهدين قد وصلنا الى نهاية الحلقة نترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع الحقوق محفوظة لدى قناة معلومة فاذا اعجبك هذا الفيديو لا تنسى ان تشاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة على الاخرين ولكي يصلك منا كل جديد اشترك الان اشتركوا في القناة